بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم سنكلم على الأنتروبي changes of an ideal guess تكلمنا من كذلك المحاضرة على الثاني لئة ثموداناميكس وعرفنا الأنتروبي ومراني هنطبق التغيرات في الأنتروبي أو نجيب التغيرات في الأنتروبي لما يكون المنتيريال اللي بستخدمها ideal guess نرجع للفررست لو كميرين دي يو بتساوي الدي كيو ربيرسيبل بلس الدي وورك يوورك لانا يكون ريفرسبل برضو اللي هي مينز PdV فالمعادلة دي للريفرسبل فهي الريفرسبل لان هنا بحط ريفرسبل عندي Q ولان بشير الورك وحط مكانها ال P بتاع السيستم في DV في معناها ان البرشور بتاع السيستم هي تلكوليبري مع البرشور في معناها ان في كل حركة هو ريفرسبل طيب احنا ممكن من تعريف الانثور التعريف الانثور بسام H H بسام P بلس PV لو حابط افاضل الانثور P هاي بقى DH بتساوي هاي طبعا U بلس PdV بسام DU بلس PdV بلس BdV وانا بلاتي عارف الديو من الفرست لو فممكن احطها مكانها هاي تبقى DH هاي تسام DQ Reversible منس PdV اللي هي المينز الديو بلس PdV بلس BdV يبقى مينز PdV بلس PdV هاي روغو مع بعض يبقى انا عرفت كده ان الDH بتساوي DQ Reversible بلس DDP طيب لو انا عندي ideal gas هنبدأ هلا نتكلم على ideal gas بس ideal gas الانثور P بتبقى function في temperature بس هاي عرفين كده فالDH بتعرف ideal gas بتساوي CP ideal gas DT خلاص بانا ممكن اجيبه DQ Reversible في الطرف بتعمل مع ideal gas فالDQ Reversible بتساوي DH الهير CP ideal gas DT minus VDP minus V بتاع ideal gas RT على P يبقى minus RT على P DP يبقى اجيبه ازاي انا كل اللي استخدمته حتى دلوقتي الفرست لو والدفينيشن بتاع الانثور ممكن ابدأ استخدم السكن لو السكن لو كنت بعرف في DS على انها DQ Reversible على T فانا لو اسمت D على T يبقى عندي DS عطول هاسمها على T يبقى عندي كده DS ساوي CP ideal gas على T DD minus R على P DP قويس جدا ادي DS خلاص يبقى انا ممكن اكاملها الساعة العودية لانها الطرف الشمال function في temperature وطرف المين function في pressure فلو كملتها اخد اخصر على delta S بتساوي تكامل CP ideal gas على T DT من T0 DT للترم الاولاني والترم التاني تكامل بتاعه minus A في minus R لان P على P0 طيب خد بالك الانتروبي اللي تلاطفنا هنا function في temperature وفي pressure delta S function في temperature وفي pressure معناها ideal gas الانترم والانترم في temperature بس بس الانتروبي حتى هو function لازم يكون function for pressure طيب حاجة تانية delta S اللي احنا عملنا هاتي هو احنا عملاها derivation كنا استخدمنا reversible process قلنا ان كذا خطوة في derivation لازم يكون reversible لكن النتيجة النهائية بتعتمد على الحالة الاولى والحالة الاخيرة على الحالة T0 T P0 P أو S0 S والانتروبي state function فلو الpass اللي جوه reversible أو غير مش reversible ال delta S النهائية واحد لانها ما بين نقطتين محددتين وال temperature ما بين نقطتين محددتين والpressure محددتين هنا دي مش function لا في الq ولا في الwork فالحالة النهائية دي النتيجة النهائية دي مش بس مخصورة على ال irreversible process لو عندي irreversible process برضو احضر رحسب delta S من نفس المعادلة دي وده جمال state function زي مرتفع بليه عايزين بقى ناخد دي ونشوف هنقسب ازاي لو كان عندي temperature هي اللي بعمل عليها iteration زي ما مر قبل كده كنا عمل delta H وانا لو عندي delta H وعايز اجيب temperature الرنائية كنت بعمل iteration فكنت بظبط CP بعمل الانتروبي فعايزين نعمل نفس الكلام بالنسبة للانتروبي عشان نقدر نحسب التمبرشن النائية بسهولة انا لو أخذت الترم اللي هو التكامل CP على cdt هو ده اللي في temperature هو temperature الموجودة في كذا حاجة جوة CP فده اللي هبص عليه الواحد CP بتساوي A زائد BT زائد C T سكورد زائد D T T فلما أعمله تكامل أقسمه على T وأعمله تكامل بيطلو حاجة كده خبالك المرادة لانا بيجيلي LEN T LEN TAU قبل كده انا كانتش عندي LEN بس المرادة عشان أسمت على T قلت لان فيه ترم LEN TAU اللي هي TAU دي تفتكروا كانت T على T نقط ده التكامل ممكن أنا برضو أعرف حاجة اسمها mean CP زين ما قلت عملت قبل كده بس المرادة عملها الانتروبي أو CP ideal gas mean entropy على R التكامل من T0 لت CP ideal gas DT على T على LEN T على T نوت التعريف CP مختلف عن اللي فات أنا بقى سم هنا مش على T minus T نوت زين ما كنت باعنا عزبا كده أنا بقى سم هنا على LEN T على T zero طيب يبقى أنا ممكن من التكامل أجيب العلاقة بدعة CP مين خلينا نعملها طيب لما عوض المعضل دي أنا عندي هنا التكامل ده الهو بس خد بلكن دي مفروط تبقى على R فالتكامل ده عند ده و بعدين هاسم على T على T نوت يعني على LEN Tau بيبحصل على الفونction بتاعة CP مين بتاعة الانتروبي وخلاص يبقى هيا دي برجع أحطها تاني هنا فبيبقى دلت S على R بنسام CP دي عجل guess S على R في LEN T على T نوت الترم الاولاني الترم التاني ما عمل ناش في حاك LEN P على T نوت R بس تعت هو هتنزل من ناحية طيب الدلت S وهاد خلص function algebraic function في T وال P فانا لو عندي مسألة عايز اجيب T المهائية هي دير لها عاوض في خلينا نشوف مسألة مسألة صغيرة طيب خلينا نشوف مسألة عندي ميثين عن خمسمائة وخمسين كيلفر وخمسة بار دا عمل expansion expansion يعني قليل pressure بتاعته لحض واحد بار هعمل expansion دا بشكل reversible وبردو هعمل ادياباتك طيب عندما هو reversible و ادياباتك يبقى DQ reversible بتساوي 0 يبقى عاطون Ds بتساوي 0 يبقى بنسميه الكادي constant entropy يعني isentropic delta S بتساوي 0 فحصي بقى في المعادلة دي هحط delta S بتساوي 0 وانا عارف pressure الاولاني والpressure التاني الاولاني وخمسة بار والتاني واحد بار يبقى انه دل يبقى كل عايز في طرف المين هنا Cp mean R لان T على T نوت بتساوي minus 1.6094 بتساوي لان P على P نوت وانا از اجيب T فا اجيب T في طرف الشمال بتساوي T تساوي T نوت في Exponential minus 1.6094 على Cp mean على R كويس جدا فهام الترالة زي ما كنا عمل في الاكزامبل هبل كده هفر temperature temperature 550 نخليها مسلا 500 وبعد كده احسب Tau اللي هي 500 على 550 وبعد كده احسب Cp mean على R سيبه من المعزلة بعد C كمين دي وبعد كده ومعرفته بالT note والTau وبعد كده احسب اخد D واحسب T جديده من المعزلة دي T جديده اللي هي اخدها مرة تانية احطاها هنا وبعد كده اعيد اعيد نفس الحسابات مرة تانية لحد من temperature تثبت ويبقى في النهاية وصبت تجتيل هنا تطلق وبمي اعطا شكرا شكرا